أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الوني الحميد إن يشأ ينهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزيروا وازيرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كانها قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلم ولا الظلم ولا النور ولا الظلم ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور صدق الله العلي العظيم صلوات بالفضل العباس عليه السلام قربة إلى الله تعالى بفضل الصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه أذبنا عن أحبائه فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحدهم ممن وفى ببيعته جزاء واستجاب له دعوته وأطاع أولاة أمره أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفاه ورفع ذكرك في علين وحشرك مع النبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصين السلام عليك يا ابن أول القوم أقوم وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي لأخيه فلعن الله أمة قتلاتك ولعن الله أمة ظلماتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكات في قتلك حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحام الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل وألحقك الله بدرجة آبائك في دار جنات النعيم اللهم اني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولا وحياتي بهم طيبا وأدرجني إدراج المكرمين واجعلني مما ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب إنك أهل التقوى وأهل المغفرة وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين صلوات 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 صلوات